اهلا بكم مشاهدين فيه اتكاب علاء وجمال مبارك المحبوسين حاليا ومجدد لهم لهذه الجريمة اصدرت النيابة العامة في سويسرا بتاريخ 30 سبتمبر 2011 بقبول مصر كمدعية جنائية في القضية والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك بالانضبام الى تشكيل عصابي لغسيل الاموال عمل بالمدادة 260 و305 من قانون العقوبات السويسري بناء على طلب اللجنة القضائية لاستبداد الاموال الصادر بتاريخ 29 سبتمبر وارفق بهذا الطلب وثائق قبول الطلب الخاص بهم هيكون محور حديثنا النهاردة ازاي هنسترد الاموال وموقفنا دلوقتي بعد ما دخلنا مدعين بالحق الجنائي هيكون ضفنا استاذ دكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وامين عام المجموعة المصرية للسرداد اموال الشعب صعر كيدو صعر خير اهلا سعر تعليقك على مؤتمر المستشار عاصم الجهري هو في الحياة احنا احنا بالنادي دوما انه يبقى فيه نوع من الشفافية والتواصل ما بين اللجنة اللجنة المكونة من السادة القضاء وهي لجنة رسمية وما بين الشعب لانه احنا اكثر من ذلك في الحقيقة كمجموعة مصرية لاسترداد ثروة الشعب كنا ندينا بتشكيل اللجنة بشكل اوسع من ذلك بحيث يمثل فيها الشعب المصر من خلال المنظمات المجتمع المدني لانه زي ما منظمة الشفافية الدولية قالت انه الخطوة الاولى للديمقراطية في مصر هو مش بس استرداد اموالها وانما ان تكون هناك شفافية واشراك الشعب لانه لا يجوز ان يسرخ الشعب بالمصر بليل يسرخ من وراء ظهره ثم برضو تتم الاجراءات من وراء ظهره كان لازم يبقى يعني تشكيل اللجنة يضم عدد من ممثل الشعب او المجتمع المدني ومع ذلك احنا في هذه اللحظة بنثمن خروج المستشار الجهري بهذا البيان على الشعب وندعو الى بيان مستمر وهذا الامر لا علاق له بالتحقيق زي ما بيقول محامي اسرة مبارك الرئيس الساقط وانما له علاقة بالتواصل مع الشعب المصري المسروخ لانه هو المعنى الاول واعلان ما تتوصل الى الاجراءات واعلان خط الطريق لكيفية استعدى طروط شعب مصري وهذا لا يعني ان انا اراد كل الرضا عما يجري في الحقيقة هو ما زال العمل قاصر ما زال قدرات هذه اللجنة محدودة جدا ما زال لدينا الكثير يجب عمله ولم يعمل رغم انه في امكان هذه المجموعة الرسمية وان الحكومة لم تقم بعد بدورها دورها ان توصل رسالة الى العالم بان مصر لا تسرق وان مصر عازمة على استراد اموالها وانه ستتعامل ان الدولة المصرية ستتعامل مع الدول الاخرى وفقا لمدى تعاون هذه الدول في ملف استرداد ثروة مصر لان حجوم الاموال هائلة وقبل ذلك يعني جزء من استعادة كرامة مصر في هذه الثورة هو استعادة الاموال التي هربت ولإعطاء عظى للتاريخ والاجال القادمة ان مصر لن تقبل هذا الحجم الفساد ولا اقل من ذلك طيب كلمني عن اخر المستجدات في البحث عن اموالنا المنهوبة الخاص بالجمال وعلاقة مبارك وانه النيابة السوسرية اصدرت قرار بقبول دخول مصر كمدعي بشكل جنائي في القضية وحكاية الـ 240 مليون دولار لسه مش عارفين فيه فلوس تاني قد ايه ايه اخر المستجدات في الموضوع خلينا اقولك ان الخبر ده هو قديم حديث هو قديم من حيث الموضوع لانه ولدي مبارك كانوا متهمين في قضية غسيل اموال سنة 2007 تقريبا في سويسرا فيما بين سنتين 2006 و2007 وانه تدخل الادارة المصرية وقت ذاك هو اللي اوقف هذه التحقيقات واجعلها تذهب الى الحفظ ثم فتحت هذه التحقيقات الان وفتحت بسبب القبض على شخصين من الوجهات المالية لأسرة مبارك اللي هما وليد شاش وشخص اخر هو شريف تانطاوي والتحقيق معهم في سويسرا ثم تبين بعد ذلك انه مجموعة من الاموال قدرت ساعتها بـ 410 مليون فرانك سويسري تم الكشف عنها وان الجزء الاكبر فيها يخص ولدي مبارك اللي هو 340 مليون دولار بالتقييم الدولاري ومن ثم بدأت التحقيقات تأخذ هذا الاتجاه الحديث ان المعلومات دي لأول مرة تطرح على الشعب المصري هي موجودة من سنة 2007 فيما يتعلق بالتحقيق في غسيل الاموال المبالغ 410 مليون فرانك سويسري اعلنت في تصريح صحفي مشهور لميتشي الوزيرة خارجية الدولة السويسرية وقت ذاك بدون طلب الوزيرة 340 مليون دولار ايو بزر لا حوالي 350 مليون دولار فعلا يعني نص مليار دولار يعني انت بتتكلم على حاجة تفاقية بالنسبة للحاجات اللي عندهم انا بقول دايما في الحقيقة هما دول الرزمتين اللي ويعهم الحرام البنك وبعد مسارة فلوس كل البنك وجري ويعت منه رزمتين هما دول الرزمتين يعني ده احنا بنرى الان رأس جبل الجليد لا اكثر ولا اقل طب هلت توقع الكشف بقى عن بقية جبل الجليد بس يعني في اطار ان احنا تأخرنا في الحجز على اموالهم ومنعهم من التصرف فيها وفي اطار من بعض الحاجات اللي محدش فهمها انه نلاقيوا التحليم في القفص معها ايباد ويعني ولسه موقوف من قريب يعني تعاملهم في اموالهم والتصرف فيها يعني يمكن خاتنا فترة طويلة شوية حوالي 9 شهور خلينا اقولك هو معه ايباد يعني بات وصل مع الدنيا كلها ورعايز يحاول الفلوس ويمكن دخول على الحسابات بالارقام لكن هي العملية اكثر تعقيدا من كده هو راجل عنده وجهات مالية وعنده جلاء في الخارج والاموال اغلبها موجودة في مجموعات من الاصول بتوديرها شركات عالمية بس افهم دم في حاجة يعني منفعش بقى مسجون يبقى مسجون سوبر يعني بيتعامل اللي بتالي فصن دي لقطات الشعب المصري كله دي عجاءة بالثورة المصرية هو خصوصا يعني رجل الاعمال براهين كامل شوفت بالايباد بتاعه انا عايز اقولك دي عجاءة بالثورة المصرية فيش ثورة في الدنيا في 18 ثورة اللي جاروا من سنة 1989 حتى اليوم فيها حاجة اسمه اسفيني ريس ولا فيها هذه المعاملة الراقية جدا لأسرة رئيس ساقط خلع الشعب عن يقين بأنه فاسد ومع ذلك بيطلع رئيسه بيطلع المحامي ويدافع لها ده هو شريف وكأن الشعب في مجموعة اخرى خلينا نتكلم عن الفلوس انا بذكرت الموضوع انا بتكلم في نطار انه يعني لو احنا عايزين فعلا نجيب الفلوس يبقى مفروض نمنع انه ايديهم توصل لها فلو اعزو لك حاجة مهمة لان في التباس في الموضوع ده اولا منع ولد مبارك من تصرف اموالهم لا يسر على الخارج لانه ده صادر من قضاء مصر قضاء مصر فعليته وسلطته في نطاق الاقليم المصري لا اكثر وبالتالي انا مش عايز ازغزغ الجماهير ومشاعرها واقول لها والله انا منعته من التصرف وكأنني منعته في الولايات المتحدة الامريكية ده كلام يعني مش دقيق من الناحية القانونية ومع ذلك عايز اقول لك انه استرداد الاموال لا يعتمد على الاليات القانونية بشكل مبسط كده وكأننا خلاص خدنا الاجرات القانونية فسنستردها وان لم نأخذ الاجرات القانونية لن نستردها القضية مش كده قضية اموال ليبيا على سبيل المثال ظهرت واعلنت وقوالبها القانونية كلها كشف عنها في ظرف اسبوعه لانه في مصلحة دولية في اظهرها للزيل في الوسي وبالتالي القاطرة عندي التي يجب ان تقود هذا الملف هي القاطرة السياسية انه لازم مصلحة الدول التي نهبت اموال مصر لانها في الحقيقة كانت على تواطئ وعلى توافق مع النظام السادق وتعلم ان الاموال مهربة من مصر ومسروقة من دماء الشعب المصري لازم هذه الدول تشعر ان مصالحها في مصر سيتم التعامل معها بذات الطريقة التي تتعامل مع هذه الدول مع مصالحنا ليس مصالح المالية الاموال دي يا سيدنا يا استاذنا الكريم هذه الاموال ليست اموال هؤلاء مش اموال مبارك ولا وجهات المالية ولا اولاد خلاص اصبحت اموال الدولة المصرية موجودة في بنوك ومؤسسات مالية لدول اخر واجب الدولة المصرية دلوقتي ان تستردها عشان تستردها هي محتاجة ان تمزج ما بين السياسة والقانون القاطرة هو السياسة والاداء السياسي والدولة المصرية يجب ان تعبر عن عزمها السياسي في استرداد ثم بعد ذلك ساعد الاجراءات القانونية بدون اثباتات لتواطؤ هذه الدول ما نقدرش نعملها بالطريقة دي لا 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 ارجوك اثباتات احنا خالص مش في مجال سرقة شخص لمليون جنيه من بنك عشان ندور عن اثباتات بالشكل القانوني الدارج احنا اذا نهج تطوط مصر احنا نتعامل معها ازاي في العلاقات الدولية ان الاسر الحاكمة في بعض الدول عندما تستولي على نسبة من دخول شعوبها معروف ان ده عمل فاسد على المستوى الدول هو تتعريف الفساد في اتفاقية مكفحة الفساد هو استلاء لانظمة سياسية او لمسؤولين واستخدامهم لنفذهم عشان استلاء على جزء من الثروة ممكن استلاء على جزء من الثروة داخل الاقليم الدولة ومن الخارج قبل ما يدخل اقليم الدولة زي جزء كبير من الاموال وزي ما اشرت الدراسة اللي كانت نشرت في الجارديان اباني الثورة في الحقيقة واعلنناها في التحرير وقتها ما بين ان ثروة مبارك واصلت ما بين 40 و 70 مليون دولار وما زلنا نتمسك بهذه الدراسة باعتبارها لم تكن مقالا صحفيا وانما دراسة من محللين ماليين لهم علاقة بالشأن المصري مشتغلوا ساعتها بالشأن المصري بس دكتور في حاجة عشان نطبق اتفاقية الفساد حتى الدولة اللي زي انجلترا اللي مفيش بيننا وبينها اتفاقية السنين مجرمين هي مضية على مشتركة في اتفاقية مكافحة الفساد لكن دي مشروطة باحكام نهائية لا 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 خالص خالص اولا اتفاقية مكافحة الفساد اولا لا تتحدث عن احكام نهائية وانما تتحدث عن اوامر قضائية اوامر قضائية فقط او من احد نوابه طبعا يعني هل لدينا احنا وسيلة غير الاحكام القضائية النهائية ما نخلينا اتفاقية مكافحة الفساد ليست بانياب ليس لها انياب انيابها هي الدول القادرة على الاسترداد اموالها انها تثبت عزمها وقدرتها على الاسترداد لو الدولة المصرية قادرة سياسيا انت استرد ستسترد وانا بقول لحضرتك هل الحالة الليبية صدرت فيها احكام هل لما استردت الدولة الايرانية 17 مليار دولار من اجمال 24 مليار دولار في خلال 444 مليون جنيه باتفاقية دولية بين الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والجزائر وطهران في وقتها سنة 82 تقريبا ونقلت سبائك الذهب والسنادات نقلت الى ايران والاموال السائلة نقلت بطائرات انجليزية ثم من الجزائر بطائرات جزائرية الى طهران هل كان في صدرة احكام في دول قادرة على استرداد الاموال وفي دول تميع قضيتها لانا لا تتخذ مواقف والدولة المصرية انا ما بحبش ضرب بمثال انه الفلبين استردت 20% من اموالها على مدر 20 سنة يا سيدي الدولة المصرية مع احترام الفلبين ليست الفلبين الدولة المصرية هي دولة دور ودولة محور ودولة مركزية والاسواق العالمية تزت وكتت تنهار اثناء الثورة ولم ترس وتستقر الا لما شهدت سلوك الشعب المصري ومن ثم الدولة المصرية اذا كشرت شوية عن انيابها وقالت ان مصالح هذه الدول ستعامل وفقا لتعاملهم في الملف المصري لتعلم ان الاجراءات القانونية تبقى ميسرة وانا اذكر للمستشار الجهري واقدر له في الحقيقة تصريحه الشهير في جريدة المصر اليوم في حديثه المطول انه قال وهو وصل الى هذه القناعة في النهاية ان استرداد الاموال المصرية امر سهل انه في نظام قانوني دولي للاسترداد وسهل ان ننفذ الاجراءات بس احنا عايزين الثقة للسياسي المصري يعمل طيب